بسم الله الرحمن الرحيم يا لفلا بمين تنزل كتابنا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لذنبر قوما ما أتهم من ندين من طبعك لعلهم يهددون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العشر ما لكم من دونين ولي وشفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدرهم ألف ساد مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ قلق الإنسان من طين ثم جعل أسله من سلالة من ماء مهين ثم سرواه ونفق فيه من روحي واجعلكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكون وقالوا إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بقاء ربهم كافرون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا فقرون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداء ولكن حق القرن إلى أبلأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فدوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم ودوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدهم وسبعوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعوا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من القرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أردوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها كذبون ولا يذيقنهم من العذاب الأدنة من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلب ممن زكتر بآيات رحيم ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه مدل لكبيل إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يمكنون إن ربك هو يقصر بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهل أكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعين أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينضرون فأعرض عنهم ومنتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم ينفع لهم تنزل كتابنا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لذنضر قوما ما أتهم من نذين من طبعك لعلهم يهددون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استغى على العشر ما لكم من دونه من ولي وشفيع أفلا تتذكرون يدبر الأرض من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدرهم ألف ساد مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل أسله من سلالة من ماء مهين ثم سرواه ونفق فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكون وقالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا فقرون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداما ولكن حق القول إني لأملأن جهنم من الجنة والمرس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها هروا سجدا وسبعوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعون مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أغفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أردوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها كذبون ولا يذيقنهم من العذاب الأدنون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أغلبهم من ذكر بآيات رقمه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقنون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه مدلك بإسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يمكنون إن ربك هو يقصر بيهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهل أكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعين أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجوز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولهم ينضرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ترجمة نانسي قنقر